فلنهتي للسؤال التالي من الأخت التي بالجانب الآيصر اسمي ريليندا وأنا مسيحية عندي صراع مع نفسي منذ فترة طويلة الأسئلة التي أود أن أطرحها اليوم هي في الغالب افتراضات أو أشياء تأثرت فيها الناس سؤالي الأول إنه عن الخنزير أود أن أعرف معنى كلمة حرام مثل اتباع دين غير الإسلام لن يعاقب أي شخص على الخطأ لا يقول على أي شيء أنه خطئ تماما لماذا لحم الخنزير حرام لأني حضرت مؤتمرا مسيحيا وهناك قيل كان هناك كاهن قال لماذا لحم الخنزير حرام في الإسلام هو أعطى مثال قائلا إن القمامة نفسها كانت تستخدم كسماد للنباتات النباتات دعونا نفترض أن شجرة المانجو ينمو المانجو والجزور امتصت نفس المواد الغذائية القمامة نفسها تنمو وتتحول إلى مانجو ونحن نأكلها كما هو الفرق في استهلاكها في المانجو كذلك الأمر بالنسبة للحم الخنزير الأخت سألت سؤال ما هو معنى الحرام ولماذا لحم الخنزير حرام في الإسلام وأعطت مثالا على قص القص المسيحية الذي قال إن السماد أو الراوث التي هي أوساخ وكذارات تستخدم للأشجار لتنمو الأشجار ويتكون المانجو ثم نأكل المانجو يحاول أن يقول أننا حتى لو أكلنا أوساخ لحم الخنزير فقد تكون جيدة للبعض وربما لا تكون جيدة للبعض إذن في الإسلام هي حرام ولكن في المسيحية هي مسموح بها أختي أولا لابد أن أقول لك معنى كلمة حرام حرام يعني ممنوع يعني محزور حرام في الإسلام يعني ممنوع يعني محزور سأجيبك على سؤالك عن القصة أولا وبعد ذلك نأتي إلى سبب تحريم لحم الخنزير القصة أعطى مثالا عن أن السماد من المفترض أن يكون أوساخا وقذارا وهو صحي للشجرة وعندما تنمو الشجرة تعطي مانجو ثم نأكل المانجو يحاول أن يقول أنها ربما حرام للمسلمين لكنها جيدة للمسيحيين إذا قارنت السماد أو الروث الذي هو قذارا بالنسبة للإنسان قد يكون جيدا للنباتات لأن النباتات والبشر هم كائنات مختلفة ليست نفس الشيء فهم مختلفون ولكن في الإسلام والمسيحية البشر هم نفس البشر قد تتبع ديانات مختلفة ولكن ما هو جيد لإنسان بصفة عامة هو خير للناس الآخرين إلا إذا كان لديه مشاكل معينة على سبيل المثال إذا كان لديه داء السكري فلن يكون السكر جيدا بالنسبة له ولكن عادة السكر هو جيد إنه يعطيك طاقة إلا إن كان لديك بعض المشاكل عندها قد لا يكون جيد بالنسبة له ولكن كقاعدة عامة للبشر القاعدة هو أن ما هو جيد وسيء للإنسان يكون كذلك لجميع الناس لذلك لا يمكنك أن تعطي مثالا عن أن السماء جيد للبعض وليس جيد للبعض الآخر ما علينا أن نرى علينا أن نذهب إلى الدليل ماذا يخبرنا الدليل وسنحاول تحليل ماذا يخبرنا الدليل الدليل في المسيحية هو الكتاب المقدس عند المسيحيين والدليل في الإسلام هو القرآن عندما نقرأ القرآن هناك ما لا يقل عن أربعة أماكن مختلفة يقول فيها القرآن أن لحم الخنزير محرم قال الله تعالى في القرآن في سورة البقرة الآية 173 في سورة المائدة الآية الثالثة في سورة الأنعام الآية رقم 145 في سورة النحلة الآية رقم 115 حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به الممنوع عليكم من الطعام لحم الميتة والدم ولحم الخنزير وأي طعام ذكر عليه اسم غير اسم الله لذلك يقول القرآن فيما لا يقل عن أربعة أماكن مختلفة أن أكل لحم الخنزير محرم وبالمثل إذا كنت تقرأ الكتاب المقدس عند المسيحيين الكتاب المقدس عند المسيحيين يقول فيما لا يقل عن ثلاثة أماكن مختلفة أن أكل لحم الخنزير حرم يقول الكتاب المقدس في صفر اللاوين الإصحاح الحدي عشر الإصحاح حدي عشر من لحم الخنزير لا تأكلوا وجثثها لا تلمسوها إنها نجسة لكم وردت رسالة مماثلة في صفر التثنية إصحاح 14 والخنزير لأنه يشق الظلف لكنه لا يجتز فهو نجس لكم فمن لحمها لا تأكلوا وجثثها لا تلمسوها وبالمثل مذكور في صفر إشيعة الإصحاح الخامس والستين يجب أن لا تأكلوا لحم الخنزير إذن الكتاب المقدس عند المسيحيين يقول فيما لا يقل عن ثلاثة مواضع يجب أن لا تأكلوا لحم الخنزير وقال المسيح عيسى عليه السلام في إنجيل متأ الإصحاح الخامس الآية من 17 إلى 20 لتظن أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء ما جئت لأنقض بل لأكمل فمن نقد إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا يدعى أصغر في ملكوت السماوات وهذا يعني أنك إذا قصرت قانون واحد ظرة واحدة من العهد القديم لن تدخل الجنة كمسيحي إذا كنت تؤمن بالكتاب المقدس عندكم فلحم الخنزير ممنوع عليكم محظور عليكم حرام عليكم إذا كنت مسلم إذا كنت تؤمن بالقرآن فهو حرام إذا كنت لا تؤمن بالكتاب المقدس عند المسيحيين ولا تؤمن بالقرآن دعونا نحلل ما يقول المنطق والعلم الحديث عن لحم الخنزير العلم يخبرنا اليوم إذا أكلت لحم الخنزير فهناك فرص أن يكون لديك ما لا يقل عن 70 مرضا مختلفا يمكن أن تصاب الدودة الدبوسية أو الدودة المستديرة الأخطر من بين جميع هذه الأمراض هي الدودة الشريطية تدعى الدودة الشريطية وهي تعيش في الأمعاء وهي طويلة جدا وحتى لو طهرت الطعام جيدا جدا البيض بوايضات الشريطية الوحيدة لا تموت ومن الأمعاء عن طريق مجرى الدم يمكن أن تذهب إلى ما يقرب من جميع أجهزة جسمك يمكن أن تدخل العيون وتسبب العمى يمكن أن تذهب إلى القلب تسبب نوبة قلبية يمكن أن تذهب إلى المخ وتسبب تلفا في المخ وعندما تدرك أنك تعاني من المرض تكون الأضرار قد أصبحت غير قابلة للإصلاح وفوق هذا يقول لنا العلم اليوم أنك عندما تأكل لحم الخنزير إنه يحتوي على مواد بناء للدهون بدلا من أن تكون مواد بناء العضلات هذا السبب أن معظم الناس الذين اعتادوا أكل لحم الخنزير يعانون من السمنة والترهولات العلم اليوم يقول لنا أنه بأكل لحم الخنزير تكون هناك احتمالات عالية للإصابة بتصلب الشريين اليوم العلم يقول لنا أنك إذا كنت تأكل لحم الخنزير بانتظام فمن المحتمل جدا أن تصاب بارتفاع ضغط الدم لهذا السبب فإن أكثر من 50% من الأمريكين اليوم يعانون من ارتفاع الضغط لأن معظمهم من أكلة الخنزير العلم اليوم يقول لنا أن الخنزير من أكثر الحيوانات على وجه الأرض أينما تجد الأوساخ والقضارة سوف تجد الخنزير هناك العلم اليوم يخبرنا أيضا أن الخنزير من أكثر الحيوانات تياثى على وجه الأرض الخنزير اليوم هو واحد من أكثر الحيوانات دياثى على وجه الأرض هو يستمتع برؤية زوجته برؤية رفيقته تمارس الجنس مع صديق الله في الدول الغربية هناك حفلات الرقص بعض حفلات الرقص يتبدلون الزوجات أنت تنام مع زوجتي وأنا أنام مع زوجتك هل تعتقد أن هذا احتشام؟ وهناك شيء علمي إذا كنت تأكل الخنزير فسوف تتصرف مثل الخنزير أمل أن يجيب هذا على سؤالك أيها الأخت نعم جيد جدا سؤالي تالي عن البراصاد الذي يقدم في المعبد وأود أن أعرف كيف يختلف عن عندما يذهب المسلمون إلى الحج يجلبون الطمر ومياه زمزم فلماذا ينبغي على المسلمين أن يمنعوا أنفسهم عن أكل البراصاد كيف هذا مختلف؟ الأخت سألت سؤالا جيدا هي تقول أن الهندوس عندما يذهبون للمعبد فإنهم يقدمون البراصاد وعندما يذهب المسلمون إلى الحج يقدمون الطمر فما الفرق؟ الفرق هو أن البرصاد هو طعام يقدم إلى الآلهة في الهندوسية تجي دين الهندوسية الهندوسية مختلفة ما يفعل الهندوس إنهم يذهبون إلى المعبد ويقدمون الطعام للآلهة يقول الله في القرآن في سورة الأنعام الآية الرابعة عشر وهو يطعم ولا يطعم كيف يمكن لإنسان أن يعطي طعاما لله؟ علاوة على ذلك فالقرآن يقول في أربع أماكن مختلفة والتي تم ذكرها من قبل سورة البقرة الآية 173 سورة المائدة الآية الثالثة سورة الأنعام الآية 145 سورة النحلة الآية رقم 115 حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به الممنوع عليكم من الطعام لحم الميتة والدم ولحم الخنزير وأي طعام ذكر عليه اسم غير اسم الله إذا ذكرت على أي طعام أي اسم غير اسم الله فالطعام محظور ويكون حراما عندما يذهب المسلم للحج أو العمرة عندما يقدمون الطمر لا أحد يقول أن هذا الطمر قد أعطي إلى الله عز وجل الطمر كما تعرفين لأنه واحد من الفاكهة الرئيسية في المملكة العربية السعودية عندما نذهب إلى هناك نحصل على الطمر كأنه هدية لا أحد يقول أنه تم إعطاء هذا الطمر إلى الإله القدير إلى الله والطمر مغذي جدا مغذي جدا وصحي جدا لذلك هي تقدم على أنها هدية كما تحصلين على الحلوة عندما تأتي من الهند وتسافرين إلى خارجها وتقدمين الحلوة هذه فاكهة لذيذة جدا وهي الفاكهة الرئيسية في المملكة العربية السعودية ولا توجد صلة لا أحد يقول أن هذا الطمر تم تقديمه لله عز وجل إذا قدم هندوس الطمر إلى الإله القدير فأكل ذلك الطمر حرام إذا قدم بعض الهندوس الطمر إلى الإله القدير وقال هذا براساد أصبح أكل ذلك الطمر حرام فعندما يذكر أي اسم غير اسم الله على ذلك الطمر يجعل أكل ذلك الطمر حرام أيضا فهذا هو الفرق بين المسلمين والهندوس نحن لا نؤمن أن الله عز وجل يحتاج إلى تناول الطعام نحن البشر من نحتاج إلى أن نأكل أتمنى أن يكون في هذا إجابة على سؤالك شكرا هل لديك أسئلة أخرى؟ نعم السؤال التالي الذي أرغب بطرحه اسألي أهم سؤال لديك سؤال أخير مهم تساؤلي عن الشذوذ الجنسي هل هو محرم في الإسلام ولماذا؟ لأن خلال السنوات الخمس الماضية كنت قد التقيت بالكثير من الشاذين جنسيا وما يبدو لي أن مشاعرهم تجاه مثيلهم الجنسي الآخر أو أي كان هي صادقة جدا ما أصدقه هو أنها تشابه تقريبا نفس الألم الذي نشعر به ربما تجاه أزواجنا أو أي مكان إذا كان الشذوذ الجنسي أمر خاطئ فلماذا هو كذلك؟ الأختي تسأل عن رأي الإسلام في الشذوذ الجنسي وإذا كان خطأا فلماذا هو كذلك؟ يقول الله في القرآن في سورة الإسراء الصورة رقم 17 الآية 32 ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا بالإضافة إلى ذلك يقول الله تعالى مخاطبنا الرجال في سورة الأعراف إنكم لتأتون رجال شهوة من دون النساء مما يعني أن الشذوذ الجنسي محرم في الإسلام في القرآن يقول الله في القرآن في سورة الروم الآية 21 أنه وضع الحب بين قلب الزوج والزوجة لقد خلق الله تعالى الإنسان بطريقة تجعله يميل إلى الجنس المعاكس له بشكل عام وطبيعيا لا يوجد إنسان يحب الجنس المشابه له أنا أتكلم عن نوعية الحب المطلوبة بين الزوج والزوجة وليس الحب المتعرف عليه بين الإخوة والأخوات في الأسرة الآن في البداية كانت هناك دراسة نص على أن الشذوذ الجنسي هو أمر وراثي ففي فقرة الأسئلة والإجابات سألني أحدهم بنفس طريقتك بالسؤال إذا كان الشذوذ الجنسي أمر وراثيا فكيف يلام الشخص على ذلك فلقد توارثها من والديه لماذا إذن يلقى اللوم عليه إذا أحب شخصا ما شخصا آخر فلماذا يلام على ذلك قلت له أن هذا بحث هذه فرضية وليست حقيقية وقد عرفنا فيما بعد أن تلك الفرضية كانت خاطئة وأن الشخص الذي اقترح هذه الفرضية كان شاذا جنسيا إذن فالشذوذ الجنسي ليس أمرا وراثيا واليوم يظهر لنا العلم كيف يتطور الشذوذ الجنسي في الأشخاص لأن الله تعالى قد أعطى الإنسان الإذن ليقوم ببعض الأمور المتاحة حيث يمكنك الزواج أو النكاح والمعاشرة الزوجية والإسلام يقول إن قيامك بمعاشرة زوجتك هي عبادة لله لأنك تتلافى الوقوع في الحرام ولأنك لم تخرج عن إطار الزواج لإجباع غرائزك هذا هو الإسلام واليوم العلم يخبرنا وأبحاث اليوم تخبرنا أن الناس الذين لديهم علاقات عديدة خارج إطار الزواج بالمقارنة مع من هم ملتزمين بإطار الزواج وجد أن الملتزمين بهذا الإطار يستمتعون بالمعاشرة الجنسية أكثر من الآخرين وما يحدث اليوم هو أنك عندما تشعر بالملل من ذلك تذهب إلى الدول الغربية ويكون وقتها لديك عشيقات 15-20 لا توجد مشكلة تبدأ حينها بعمل أشياء غير طبيعية وعندما تبدأ بعمل أمور غير طبيعية فإنك لا تتبع قانون الخالق وتحاول إشباع غرائزك بالطريقة الخاطئة في اللحظة التي تستمر بها في الممارسات الخاطئة ستظل تبتعد أكثر عن ما هو طبيعي وحينها يصبح الشخص شاذا جنسيا إنها ليست ورافة لأنك ظللت تتجاوز الحدود التي أحلها الله تعالى لك جربت أمورا أخرى وجربت أمورا غير طبيعية وانتهى بك الحال أنك لم تعد تستمتع بمعاشرة الجنس الآخر فأصبحت تمارس الجنس مع مسيلك الجنسي ولأنهم يا أختي خرقوا قانون الله تعالى وفعلوا أمورا غير طبيعية بالتالي نفسيا أصبحوا شاذين جنسيا فإن مخالفة قانون الله تعالى هو أمر خاطئ جدا وهذا هو كيف ينتهي الأمر بالشخص ليصبح شاذا جنسيا وهو يلام على ذلك والإسلام حرم الشذوذ الجنسي وكذلك المسيحية وغالبية الأديان ضد الشذوذ الجنسي والآن الدول الغربية هي من تشرعها لأن الديمقراطية تنص على أنه أي ما كان رأي الأغلبية فهو يفوز في الإسلام الغالبية لا تنتصر لكن الحق هو الذي يفوز والحقيقة هي التي تفوز أتذكر عندما ذهبت إلى كندا في عام 1996 أول مرة أقوم بإعطاء محاضرة في الصفحة الأولى رأيت رجلا يقبل رجلا آخر رجل يقبل رجل ومكتوب فيها أنه ما قد تزوج من بعض واليوم في الدول الغربية فإن الاعتراض على الشذوذ الجنسي يعد جريمة إنها جريمة ما نلاحظه هو أنه قبل ذلك كانت كل الدول تجرم الشذوذ الجنسي وبعدها شرعت بعض الدول الغربية مثل كندا قوانين الشذوذ واليوم أصبح الشذوذ الجنسي قانوني في غالبية الدول الغربية وحتى الهند التي قدمت منها إنهم يفكرون في جعل ذلك قانونيا فما ندركه هو أن الحق حق الغالبية لا تنتصر والخطأ خطأ وفي الإسلام وفي غالبية الأديان في العالم فإن الشذوذ الجنسي خطيئة إنه جريمة ولن يأخذك للجنة بل سيأخذك إلى النار أتمنى أن أكون قد جبت على سؤالك رجاء لدي سؤال أخر لقد قرأت في مقالة ملحد قال فيه إن الله عندما خلق جنة عدن وضع فيها آدم وحواء خالفوا القوانين وأكلوا من الفاكهة التي لا أعلم ما هي التي كان أكلها ممنوع تم نفيهم من الجنة تم طردهم من الجنة وبسبب ذلك قيل أن عليك العمل من أجل الحصول على قوتك اليومي وعندها فقط ستحصل على قوتك اليومي وأيضا لقد قيل أن النساء سيزداد ألمهم في الحمل حتى الآن نرى حدوث نفس الشيء علينا أن نعمل بجد علينا أن نكافح علينا أن نفعل كل ما هو ضروري لكسب قوتنا اليومي ونفس الشيء مع النساء كأنهن يحتضرن في الحمل ويزدادن ألما لماذا يحدث ذلك إذا كان الله قد عقب آدم وحواء بشدة لحين الميعاد وكان عقابهم كان من جنس العمل فكيف يمكن أن يكون ذلك مثالا للأخرين يقتضوا به إذا أرادوا أن يغفروا الأخطاء لغيرهم في حين أن الله نفسه لم يغفر لآدم وحواء أرشدني إلى الحقيقة الأخت سألت سؤالا جيدا لقد قالت أنه ما اقتبستي منه يا أختي هو من الكتاب المقدس الذي قلتي هو مذكور في الكتاب المقدس أن آدم وحواء عليهم السلام عندما كانوا في جنات عدن عصوا أوامر الإله ذلك مذكور في الكتاب المقدس في الجزء الثالث من صفر التكوين إن الإله العظيم عقبهم وطردهم من الجنة إذ يقول الإله العظيم في صفر التكوين الجزء الثالث العدد 16 أنتم أيها النساء بسبب إصيانكم للإله ستلدن الأطفال في ألم وسيكون اشتياقكم إلى زوجكم لذا طبقا للكتاب المقدس فإن الحمل هو لعنة على النساء مقتبست منه هو الكتاب المقدس وأنا أتفق معك كيف يمكن أن لا يغفر الله لهم في المسيحية يقع اللوم الكامل في الكتاب المقدس على المرأة حواء عليها السلام أما في القرآن إذا قرأتي فلا توجد آية واحدة تلقي اللوم على حواء وحدها اللوم يقع على آدم وحواء سواسية عليهم السلام إذا قرأت القرآن مذكور في صورة الأعراف صورة رقم 7 الآية 19 إلى 27 أن آدم وحواء كلاهما عصى الله كلاهما تاب وكلاهما غفر لهما اللوم يقع عليهما معا سواسية ولا توجد آية واحدة في القرآن يقع فيها اللوم على حواء عليها السلام لوحدها ولكن هناك آية في القرآن في صورة طه رقم 20 الآية 121 تقول أن آدم عليه السلام قد عصى الله أي أن هناك آية واحدة تتحدث عن آدم وحدة لكن بالمجمل فالقرآن يلقي اللوم على كلاهما إذا قمت بتحليل القرآن وضع اللوم على كل من آدم وحواء كلاهما عليهما السلام أما في الكتاب المقدس فإن اللوم يقع على عاطق المرأة فقط ولذلك يقول الإله العظيم يجب أن تحمل الأطفال بألم وإن شوقك سيكون لزوجك فالحمل طبقا للكتاب المقدس هو لعنة ولكن إن قرأت القرآن الحمل ليس لعنة بل يرفع من قدر المرأة يقول الله في القرآن في صورة نساء رقم 4 الآية 1 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام يقول أيضا في القرآن في صورة لقمان الآية 14 وفي صورة الأحقاف الآية 15 ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه قرها ووضعته قرها ندرك هنا أن القرآن يقول أن عليك أن تحترم والديك خصوصا أمك ونبينا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يقول في كتاب صحيح البخاري المجلة الثمانية كتاب الأداب الجذع الثاني الحديث الثاني جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من؟ قال ثم أمك قال ثم من؟ قال ثم أمك قال ثم من؟ قال ثم أبو وهذا يعني أن 75% أو 3-4 من حسن الصحبة يكون للأم و25% أو ربع واحد يكون للأب أي باختصار أن الأم تحصل على الميدالية الذهبية والميدالية الفضية والميدالية البرونزية أما الأب يجب أن يرضى بجائزة ترضية هذه هي تعاليم الإسلام في دين الإسلام الحمل يرفع قدر المرأة وأنا أتفق معك في قولك بمجرد أن غفر الله للبشر فكيف يمكنه أن يستمر بمعاقبتهم على ذلك لذا هذا هو الفرق أختي بين الإسلام والمسيحية هل أنت مقتنعة بالجواب؟ نعم بتاكيد هل تريدين اعتناق الإسلام الآن؟ نعم هل تؤمنين أن هناك إلها واحدا؟ نعم أؤمن هل تؤمنين أن عيسى إله؟ لا هل تؤمنين أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء والمرسلين؟ نعم أؤمن هل يجبرك أحد على اعتناق الإسلام؟ لا هل تفعلي ذلك من محض إرادتك الحرة؟ نعم هل تفعلي ذلك من قناعاتك؟ نعم هل يعطيك أحد ما رشوة؟ لا إن شاء الله سأقولها بالعربية ويمكنك ترديدها أشهد أشهد الله الله إله إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن أشهد 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 شكرا